بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين ذكرت سابقا في تسجيلي عن الأدب الراقي عند ابن القيم وهل تابعه فيه الوهابية ذكرت قصة أديب العربية مصطفى صادق الرافعي وهو ينقض عباس محمود العقاد وذلك في كتاب الرافعي الذي سماه على السفود السفود يعني صيخ الشوي الذي يشوى به الشيء فيقولها جعلته على السفود يعني يشوه من كل جهة والحقيقة تتجلى هنا براعة الرافعي بشكل لافت للانتباه وتمكن الرافعي من علوم العربية وقدرة الرافعي على النقد مع تبحره في العلوم بشكل ظاهر ولكن الذي الذي لفت انتباهي من جملة تعليقه على العقاد أن العقاد قال في بعض شعره ذكر كلمة المراحيض وقال هذه كلمة قبيحة مستقبحة لا يصلح أن تكون عند إنسان عنده ذائق شعرية وقال آنذاك الرافعي قال الشاعر العربي إذا ما وقعت منه كلمة ندت عنه كلمة هكذا ليست مقصودة ربما لقب بها كالمثقب والمنخل إلى آخره فيأتي بكلمة هكذا فيلقب بها فقال أنا سألقب العقاد بالمراحيض لأنه ذكر المراحيض في شعره وهذه كلمة طبعا ذكرها في وصف قريب له ابن أخ أظن وضعه في حجه فبال فقال أثيابه لنا مراحيض وهو كذا عبارة كلام ففارغ أصلا فأمسكها عليه وكررها مرارا يقول قال المراحيض وذهب المراحيض وجاء المراحيض لماذا؟ لأن المقام راقي لا يصلح أن تأتي بالمراحيض فقلنا آنذاك في حديثنا عن ابن القيم حينما يتحدث عن القلوط فقلت يعني لو سمعها الرافع يسمىها القلوطي في نونية ابن القيم لأن هذه عبارة قبيحة جدا لا يصلح وذكرها مرارا وتكرارا ابن القيم ابن القيم وصف خصومه أهل السنة والجماعة بأنهم واردوه القلوط يا وارد القلوط تصور على هذا السخف وعلى هذا يعني السقوط من الأدلة التي استدل بها على أن كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري قد دخلت فيه أيدي التخريف واللعب والعبث من خلال المجسمة وجود عبارات مثل هذا حينما يرد على الجهمية حينما يقولون الله في كل مكان يقول له لو كان الله في كل مكان لكان في كذا وكذا عبارات أنزه المقام عن ذكرها فقلنا إن الأشعر ليس بهذا السخف نعم قول الجهمية باطل وأصلا مخالف العقل ويستحيل أن يكون الله تعالى في كل مكان لأن الله تعالى وجود غير متحيز فهو واجب الوجود وهو ليس مفتقرا إلى مكان حتى يكون في مكان كسائر الأكوان الآن أحد الإخوة يرسل لي هذا السؤال يقول رجاء القراءة حاضر قرأت وسأجيب يقول يقوم دعاة الوهابية بإقناع الصغار بعقيدتهم عن طريق توجيه السؤال هل الله معك حينما تكون في المرحاض لا حوله لا قوة إلا بالله لماذا لا يفند الشيخ هذه الشبهة فهذا سوف يقطع رافدا يعتمد عليه أصحاب العقيدة المرحاضية في صد العوام عن عقيدة أهل السنة والجماعة طيب يا أخي والله شيء يعني مسف بالإنسان أن يتحدث عن هؤلاء الناس لاحظ يعني هكذا حقيقة مباشرة أن أذان تتصور أشياء قبيحة ومستقبعة ولا يليق أن تذكر في مجلس العلم فماذا أفعل أين الله معك؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى الله معنا وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم رابعهم إذا الله رابعنا الله رابع أربعة وثالة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة آه هنا بعلمه هذا لا يزعى فيه أبدا ولا يخطر في بالي أحد غير هذا طيب ما علاقته بالموضوع الوهابي يريد يتصور أن الأشاعر جهمية هكذا يتصور وبما أنهم جهمية سيرود عليهم بنفس الردود الجهمية مشكلة معظم الوهابية يصح أن يقال لهم ما نقول في الشامي في اللهج الشامية أطعمك الله الحج عند رجوع الناس الناس رجعوا وانت عند ذلك ستحج هذا الأمر ما انتهى هذا لا يوجد أشاعر في الدنيا يقولون الله في كل مكان حتى يرد عليهم بهذه الطريقة ولم يقل بذلك سوى فرق طال لا اسمها الفرق الجهمية وهي غير موجودة أصلا ثم هل قال الجهمية بهذا أم لم يقول والله لا ندري يا أخي نعم رد شيوخنا أو ساداتنا الأشعري والباقلاني وكذا ردوا على الجهمية وفندوا الجهمية وقضوا على الجهمية لكن سؤال هل فعلا الجهمية أتباع الجهمة بن صفوان قالوا بهذا أمر لا ندري لأنه ما في عندي فرقة تقول أننا نحن جهمية وما في عندي كتب للجهمة بن صفوان وما عندي أي شيء غير واحد خارجي جبري متخلف عقليا ها حمل السلاح على الخليفة آنذاك وقتل فنسبت إليها أقوال قالت الجهمية وذهبت الجهمية وفعلت الجهمية وتركت الجهمية فنحن نرد على هذا القول على ما هو في الذهن أما ما صدق هل يوجد فعلا ما صدق الناس يقولون بذلك الخرافات إن وجد هذا الكلام فقولهم باطل أبطل من البطلان هذا هو القصة أما والله الوهابي يستدل على الأشعرية ما قالت الأشعرية هذا حتى يقول لهم ذلك نعم ولما تحدينا الوهابية قاطبة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ومن طنجة إلى جاكرتة ومن غانا إلى فرغانا تحديناهم أن يأتوا بقول الأشعرية قال لا 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 نحن لا نظلمكم أنت تأتي بالدليل الضعيف للوهابية لسترفية حتى ترد عليه واحد من هؤلاء الدراويش يقول لي أنت مسألة رجل تيفن قش رجل قش رجل قش تيفن وقش نفس الشيء نفس المادة تأتي بالدليل الضعيف لترد عليه لا يا أخي أنتم تقولون صباح مساء فجاء واحد من الشيخ الوهابية نحن لا نظلم الناس نحن أهل السنة لا نظلم المسلمين ولا نظلم غير المسلمين نحن لا نقول إن شاعر تقول بهذا وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يردون عليه يقولون نفس الكلام نحن لا نقول بهذا الله 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 واحد من الوهابية التايبين أرسلي جريدة ونشرتها في اليوم الثاني بالجزء والصفحة عن الوهابية الذين يقولون إن الله الأشاعر يقولون الله في كل مكان إذن تراجع الوهابية الحمد لله قضية أساسية كانت عندهم في تضليل الناس وصرفهم على الأشاعر أن الأشاعر تقول الله في كل مكان وقالها مصطفى العدوي هذا الجويه للمتعالم فلما رددنا عليه جاء في اليوم الثاني يقول لا أنا أقصد طائفة من الأشاعر هي الطائفة الحلولية والأشاعر عندهم حلولية حلولية يا الله يحل في مكان إيش هذا أنتم تقولون الله يحل في المكان أنتم تقولون الله في السماء يعني يحل وتقولون القرآن القديم الذي تقرأه وأنت هذا الصفة الله تعالى أنت حلولية أي أشاعر حلولية وكلام فارغ هذا هذا كلام الإنسان يتكلم من رأسه فقال فالعقيدة المرحاضية هذه في عقولهم هم يتصورون أشياء ويبنوا عليها نتاج ولما واجهناهم وجابهناهم وتحديناهم ما هي النتيجة قال لا 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 أنك تظلمنا نحن لا نقول إن الأشاعر تقول الله في كل مكان وأنكروا المسائل الثلاثة سبحان الله الحمد لله إذا خلصت على فكرة وقعوا في الفخ وبلعوا الطعم أنا قصدت هذا لماذا؟ لأن كل من يتابع هؤلاء الناس سيعلم أنهم كانوا يكذبون عليه وأن الأشاعر ما قالوا هذا وأنه حينما ترك الأشاعر ترك الأشاعر الذين في عقله وعقل الوهابية أما الأشاعر فليسوا ممن يقول إن الله في كل مكان وهذا السخف في الاستدلال الوهابية أي الحقيقة نزه مجالسنا عن هذه العقيدة القلوطية المرحاضية التي حاوتها نونية ابن القيم وحاسب بن الرحال